مرحباً خير ومساء الخير أينما كنتم أهلاً بكم جميعاً منضمين إلى جلستنا في آخر جلسة لهذه الجولة من المحادثات الجولة الثالثة عن تطوير والتطبيق الاستراتيجية القومية الأمنية للأفريقية والشكر جزيل للذين حضروا الجولات الثالثة كلها من ضمنها هذه الأخيرة اسمي لوكا بيونغانكوال أنا العميد الأكاديمي للمركز الأفريقي للدراسات الأمنية الاستراتيجية وأستاذ في هذا البرنامج الخاص للتطوير وتنمية البرامج الأمنية الأفريقية وسأكون المشرف على هذه الجلسة دعوني قبل الانتقال دعوني أذكر بعض أبرز النقاط الجلسات الماضية جلسة ثانية الاستراتيجية الأمن القومي وتحديد المصادر وتحديد الشراكات أيضا ربما أهم سؤال هنا لماذا الميزانية مهمة لهذه الدرجة في تطبيق الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني لماذا؟ قد يكون هذا هو السؤال الميزانية أهم وثيقة حكومية تجسد لا فقط نوايا الحكومة وإنما أيضا تجسد الأولويات للحكومة وتحديدها لمصادرها وسلوكياتها وصرفياتها العامة وإدارتها للمصاريف والموارد الحكومية فهي بشكل عام تجسد طبيعة الحكومة وطبيعة عملها الوثيقة هي التي تجسد الألاقة ما بين المواطن احتياجات المواطنين أولوياتهم ضرائبهم وحكوماتهم بالنسبة للسياساتهم وتحديدها للموارد وأيضا الشفافية والمحاسبة والمتابعة لكل شيء فالميزانية ليست وثيقة فنية فقط التي فقط فيها أرقام جمع الضرائب وقرارات الصرف وإنما هي عبارة عن وثيقة سياسية تجسد مطالب الشعب والأولويات وكيف تشمل القضايا والبرامج بشكل مختلف وموازينها بسبب المطالب المختلفة للموارد فتوزيعها على المصادر المتعددة تتحول إلى نقاش أولويات وعادة يجب أن تجسد رغبات الشعب وهذا النوع من التنافسية التي ذكره دكتور جونسون شيء مهم لتطوير وتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية القومية الأمنية فإذا البرنامج تجسد وتمثل مصلحة الشعب من ناحية الشمولية والعملية كلها فالتحديد تلك المصادر وتنفيذها ستكون أيضا مبرهنة وأيضا مقبولة إذا التحديد المصادر الحكومية عن طرق القنوات السياسية التي تجسد الشعب المصادر من هذا النوع ستؤدي إلى الفشل إن لم تمثل مطاليب واحتياجات الشعب والمواطن والفرد فهذه منطلق جديد أسلوب جديد وضعته البنك الدولي لإبعاد هذه النوع من العمليات من رغبات الحكومية الأنانية أو الحكومات الاستبدادية مثلا ثاني سؤال لماذا المساعدة الخارجية مهم في هذه الصورة أيضا في تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية القومية الأمنية طبيعة تهديدات الأمن اليوم التي تهدد خاصة الدول الأفريقية عابرة للحدود بصراحة والتي تحتاج إلى استجابة جماعية ليس فقط على مستوى دولة أحادية وإنما في إقليم وقارة والعالم كلها فالقضايا المزعزعة للأمن والعوامل هي تهديد للأمن الوطني بالنسبة للبلدان الحديثة أصلا التي تفتق لهذه المشاكل فهي مهم أيضا كي توفر الأمن لهذا القوضع المساعدة الأمنية لدول أفريقية ليست مجانية لكنها ليست سهلة الوصول إليها وفيها تنافسية للحصول حسب البلدان الأفريقية المختلفة كما قال سفير كارتر في المساعدة الأمنية لم تنجح في تحسين الحوكمة في القاطع الأمني في الأفريقية وهذا ينسب جزئيا إلى المصالح الضيقة لبعض الأجزاء والحكام وأيضا الافتقار إلى شمولية كافة الأطراف والشركة لتوفير التحليل لأولويات الأمن المحتاج إليها في بعض البلدان الأفريقية مثل السنغال قررت كي تشمل ليس فقط جيرانها في تصميمها لستراتيجتها وإنما شركائها أيضا في تطويرها لستراتيجية الأمنية القومية وهذا مهم جدا ليس فقط يعني لشمل البلدان الخارج وإنما لإظهار الشفافية في العملية وإدخال كافة الأطراف العملية في بعض البلدان العملية الاستراتيجية الأمنية القومية وتطويرها أدت إلى تطوير مساعدات ليس فقط ما بين حكومات ومانحين وحتى ما بين المانحين حتى فتصميم مصمم بشكل جيد من البداية هي على الأرجح ستؤدي إلى النجاح لإحراز أهداف الأمن القومي وأولوياتها وبالتأكيد قد تحسن من وضع الأمن في البلد والحكومة الآن دعوني أن أعطيكم أهداف جلسة اليوم هذا الجلسة حول استراتيجية الأمن القومية والرقابة المدنية والمراجعة الدورية لدينا ثلاث أهداف هنا أول هدف لهذا الجلسة هي لمناقشة كيف عندما يكون لديك استراتيجية قومية كيف ستحسن الرقابة المدنية في داخل الحكومة لتوفير الأمن للمواطن ثاني هدف لتفحص كيف استراتيجية منفذة ومراقبتها يمكنها أن تستجيب لتهديدات غير متوقع مثل مرض الكوفيد الوباء بشكل بأشكال مختلفة ثالث هدف للجلسة اليوم هي لمناقشة أنه كم عدد المرات ستراجع استراتيجية وطنية بشكل دوري زمني أثناء التطبيق طبعا وآليتها 45 دقيقة دعوني أقدم المتحدثين يسرني أن أرحب بناس بارزين في هذا المجال من الجهة المدنية والحكومية اليوم وبتأكد ستساعدوننا على هذه الجوانب المهمة للرقابة الحكومية لديك السيلات المدنية للأشخاص مرسولة إليكم دعوني أبدأ بالنقيب وكيم سانتوس كان ضابط عالي المستوى في مركز أفريقيا للدراسات قبل انضمام إلى المركز الأفريقي خدم كمدير تنفيذي ومستشار الأكاديمية الأنغولا كقائد أكاديمي في رواندا كان القائد التدريبي للأكاديمية البحرية لرواندا وكان مدير قسم التحليل النفسي ومحاضر في الأكاديمية البحرية البرتغالية والدكتوراه في الإدارة السلوكية والعلوم الريادية ولديه شهادة ماجستير في السلوكيات التنظيمية والعلوم التطبيقية النفسية أيضا نشر عدة مقالات علمية في هذا المجال حول القيادة وتطويرها فأهلا بك دكتور وكيم كناك معنا اليوم ثاني متحدث لليوم أناقل جيفرسون كان معه هو المستشار الأمني القومي للرئيس ليبيريا خدم كعضو بارس في المجلس الوطني لمجلس الأمن القومي والمخابرات الأمنية وأيضا المالي الأمني لمجلس الممثلين لليبيريا خدم أيضا كعضو وكثالث نائب لبرلمان الأكواس ولديه باكالوريوس في الشؤون العامة الحكومية والاقتصادية من جامعة ليبيريا فسيد جيفرسون أهلا بك اليوم كونك معنا وآخر وليس آخر شخص نعرفه على طول هذه الجلسات دكتورة فيرلي هي خبيرة مستقلة في النزاعات والأمن وهي التي راجعت استراتيجيتنا الأمنية القومية هي خبيرة في هذا المجال في القاطع الأمن القومي وعملت في مركز جينيفا للقطاعات الحوكمة الأمنية وهي مركز عالمي في القضايا الحوكمة والأمن للحكومات وفيها لديها ماجستير والدكتوراه من المركز العلمي من جامعة برلين لنفس المجالات فأهلا بك اليوم مرة أخرى دعوني أبدأ ب مجرى النقاش من جانبي أود أن أبدأ ب السيد كابتن واكيم سيد واكيم اعتمادا على خبرتك هل بإمكانك أن تشارك مع المشاركين المفاهيم الأولية للتقليم والرقابة لإجراء تنفيذ البرامج الاستراتيجية ولماذا هي مهمة أثناء تطبيق وبناء هذه البرامج وفي هذه الحالة بالنسبة لبرامج الاستراتيجية الأمنية القومية سيد واكيم تفضل سيدي الكلمة لك أديك ستة أو سبع دقائق صباح الخير جميعا يسرني أن أكون جزء من هذا المجموع المتحدث أولا أحب أن أقول أنا لست خبير في التنفيذ للسياسات الحكومية لكن في مجال المهني الأكاديمي شاركت في عمليات كثيرة إجرائية كثيرة مشابهة وفي تطبيقات مشاريع مختلفة وأحب أن أشاطركم البعض منها المفاهيم للرقابة مربوطة عادة بمفاهيم الإدارة الإدارة كمفهوم عام وآخر مرحلة طورية هي موضوع السيطرة ففي حالتنا نتحدث عن التطبيق والاستراتيجية الوطنية للأمن القومي التي من ضمنها البزارات المعنية ولاعبين آخرين في المجتمع المدني فالإجراء والعام لهذه الدورة العملية كلها تتكون من أربع مراحل أولها التخطيط التي قد تكون المرحلة التنظيمية الأولية ومرحلة التوجيح التي يمكن أن تكون جزء من التطبيق فنحن لدينا أيضا مرحلة السيطرة حيث فيها نراقب النموذج التي سيشرحها أو شرحها الدكتورة لوك جانسون في الأسبوع الماضي المراجعة عبارة عن عملية تحصل أثناء فترة السيطرة الأولية لكن لا يمكن أن ننسى أن الرقابة والمتابعة مربوط بشكل جوهري مع المراحل السابقة للإدارة هذا قد تكون غريب للبعض في موضوع التقييم والرقابة لأن هذا يبدأ مع مرحلة التخطيط الأول لأي استراتيجية كان وهذا بالأخص صحيح في حالة التطبيق لستراتيجية أمنية قومية فتطبيق استراتيجية من هذا النوع كما رأينا في الماضي هي من أجل الوصول إلى الأهداف وأيضا يجب أن نتوصل أو نؤسس تحديدات تاريخية زمنية وأن نحدد السبل للوصول إلى هذه الأهداف الزمنية وهذا مهم لجلب أهدافنا أعفوا لإنجاز أهدافنا والأهداف يجب أن تكون واضحة كي تكون كل شيء واضح وصلب للمطبقين المنفذين فعندما نعرف هدف ليس فقط أشياء نظري وإنما أشياء ملموسة فعلية مثلا يجب أن نتطرق أن نذكر إلى الأهداف بموضوعية جازمة واضحة وتطبيقنا تكون أحسن عندما تكون الأشياء أوضح مثلا مستوى التطبيق وخلق لهذه المؤسسات التنفيذية للبرامج وتنفيذ الجوانب المالية والميزانيات هي أمثلة من هذا النوع أو مؤشرات مدلولات للعملية كلها التي هي موضوعية ليمكن النظر إليها بالإضافة إلى ذلك يجب أن نركز على أنه بدون هذه المؤشرات فلا يمكننا أن تكون عندنا مراقبة وتفعيل ناجعين وكما قلت في السابق عندما نعمل في إطار التخطيط فالمنظمات وكل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار يجب أن تأخذ بعين الاعتبار يعني استعمال أو أن يجب أن تلج إلى طبعا الوزارات المهمة ويجب أن تفكر بالموارد ويجب أن تكون لها علاقة تفكر بكل العلاقات الوطيدة بين الفاعلين وبين المسارات وبين العمليات من أن يكون هناك تنسيق فعال في إطار هذا المسار الذي يقودنا إلى ما أسميه بأدوات أدوات ناجعة وهنا نتكلم عن مجموعة الأدوات المستعملة فهي كلها أدوات ومهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ويجب أن نتأكد من أنها موجودة ومتواجدة في إطار المتابعة وفي إطار كل المراحل بالنسبة للتفعيل يجب أن هناك بعض المشاكل التي قد نواجهها والمشاكل العقبات التي قد نستعمل أو نلقاها هي مشاكل متعلقة بالموارد بالاستراتيجيات وايضا قد نواجه بعض العلاقات المتعلقة بتخصيص الموارد وقد تكون أيضا هناك بعض العقبات المتعلقة بوسائل التفعيل وهذا أيضا يقودنا إلى مرحلة أيضا الاعتماد أو التحكم والإدارة التي فيها يجب أن نقوم بها بتقييمات وبمراجعات أساسية على مستوى القطاعات وعلى مستوى المراحل هذا يعني أنه يجب أن نقوم بملاحظات بمتابعة وبطبعا بكل المراحل الأساسية من أجل أن نتحكم في هذه المرحلة فيجب أن يكون هذا كله داخل سياق معين وأن نستعمل بما ذكرته من قبل المسودة المسودة التفعيل هذا أساسي جدا وهذا أقول أنه مسار تشاركي يشارك فيه كل أصحاب الفاعلين من أجل أن نصل إلى النتائج الأساسية بالنسبة للجزء الثاني لسؤالك سيدي قلت لماذا طبعا التقييم هو مهم في إطار هذا المسار أنا للجواب على هذا السؤال أود أن أقول أن هناك هدفين هدفين بالنسبة ل في تقييم هناك تقييم أول الذي فيه يجب أن طبعا أن نعطي المسؤولية لكل الفاعلين وأن وأن نتأكد من أن المسار كله فيه توازن أن نعرف ما يحصل في المسار وأن كل نتائج توصل إليها في آخر المطاف وأن وأن لدينا كل الوسائل من أجل أن نتابع نقوم بمتابعة النتائج بالإضافة إلى ذلك يجب أن نقوم بعمليات أساسية التي من خلالها نتأكد من أن الوسائل والتدابير الأساسية هي تتماشى مع الأهداف التي حددناها في الأول يجب أن نقوم بتقييمات أساسية تمكننا من رؤية ما إذا كان ممكن أن نتأقلم مع الوضع وأن المسائل المضبوطة وأن بنسبة لهذا التقييم وكل المؤسسات التي تقوم بالتقييم يجب أن طبعا تتأكد من أنها تطبق كل الموارد وأن مسألة المراجعة تمت بنجاح وأن كل المسار ضبط على ما يرام بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لمسار التعلم إنه أقول إنه مسار يجب أن نأخذه بعين الاعتبار يجب أن نستعمل كل العوامل وأن التغييرات كلها يعني على ما يرام وأن كل المبادئ التي أخذناها بعين الاعتبار يجب أن تقيم وأن المتابعة تمت على ما يرام أن المواعد النهائية والأجل والتواريخ كلها محترمة من أجل أن نسير إلى الأمام شكرا شكرا جزيلا السيد وكيم لهذه المدخلة ومن أجل لمدخلتك فلقد تكلمت عن كل المؤشرات من أجل تطوير وتكلم عن أيضا كل تنظيم المعلومات نظام المعلومات وتحدث أيضا عن كيفية وصولنا إلى الأهداف تحدث عن المؤشرات التي يجب أن نتفق عليها يجب أن يكون هناك توافق بالنسبة للمؤشرات من الأول واحدة من الأشياء التي كنت أود أن أشاركها مع الحاضرين هو أن هناك طبعا نظام خاص عندما ننظر إلى الحوكمة المؤشرات الحوكمة الإفريقية فمن المهم أن نأخذ وقت من أجل أن نأخذها بعين الاعتبار في بعض البلدان هناك بعض الاستبيانات التي يتم وضعها على أرض الواقع من أجل أن نقوم بتقييم هذه الأنظمة من أجل أن نرى إذا كانت هذه السياسات تلبي رغبات المواطنين هذا النظام مهم جدا هو نظام المؤشرات التي يجب أن نطبقه في هذا المسار شكرا جزيلا سيد خوكيم على هذه المداخلة سؤالي الأخير هو هل يمكنك أن تشاركنا بالنسبة لمسار المراقبة والتقييم هل يمكن أن تشاركنا ببعض المسائل المتعلقة بهذه المرحلة مرحلة المراقبة والتقييم في إطار استراتيجية الأمن القومي كيف هل كانت هناك تحديات وكيف تم تحدي هذه التحديات أو مواجهة هذه التحديات شكرا سيد خوكيم الكلمة لك شكرا جزيلا لهذا السؤال سوف أحاول أن أجيب على هذا السؤال بإيجاز أول شيء الذي أود أن أقوله هو أن هناك تحدي والتحدي الأول في استراتيجية الأمن القومي هو عدم احترام المبادئ الأساسية التي هي منصوص عليها والتي هي في إطار مرحلة التقييم والمراقبة نحن نتكلم هنا عن مؤشرات وتعريف هذه المؤشرات في إطار كما أقول هذه المرحلة التقييم والمراقمة فبالنسبة لمسألة التقييم هناك مسألة يجب أن نحترمها هناك الشفافية هناك أيضا هناك أيضا شروط يجب الاتفاق عليها والتي هي مطبقة في إطار هذه المرحلة يجب أن ننظر إلى طبعا ثقافة السرية التي لها أهمية جوهرية خاصة في بعض السياقات الإفريقية يجب أن طبعا كل هذه العوامل في بعض الأحيان هي غير واضحة فيجب المجتمع المدني أيضا يجب أن يكون ضمن هذا المسار يجب في ضمن ثقافة السرية هذه المجتمع المدني كما قلت يجب أن يكون حاضر كل قوات الأمنية أيضا يجب فكل هذا إذا لم يكون هناك متواجد قد يؤدي إلى نقص في الثقة وإلى بعض العقبات التي قد نواجهها في وضع سياساتنا فثقافة السرية هذه هي شيء مهم يمكننا أن نبررها عبر مسائل العملية وفي إطار استراتيجية الأمن القومي يجب أن تكون هناك شفافية يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه قد تكون هناك تغييرات على أرض الواقع في إطار هذه الاستراتيجية فيجب أن نقوم بتحديد الأولويات الأساسية ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة الموارد تخصيص الموارد ويجب أن نتجنب بعض التحديات من طرف المواطنين ويجب أن يكون هناك إدماج وأن يكون هناك مشاركة كل القطاعات في هذا المسار يجب أيضا أن ننظر إلى مرحلة التقييم كوسيلة للإشراف للقيام بالإشراء ويجب أن نأخذ بعين اعتبار كما قلت ثقافة أسرية هذه التي لها قيمة جوهرية في مسار المراقبة هناك نعرف أن هناك لجنة تقوم بهذه المراقبة ويجب أن نطبق كل المبادئ التي هي متواجدة كما يرى هذا قد يمكننا من السير إلى الأمام أيضا يجب أن نتأكد أن كل المعلومات متوفرة وأن المرحلة المراقبة والتقييم هاتين هما مرحلتين أساسيتين فهذه هي طريقة الوحيدة التي تخول لنا طريقة التحكم في المسار بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك طبعا معلومات متوفرة من أجل أن يعرفها الجميع وأن يجب أن تكون هناك مبادئ واضحة من أجل في إطار الأمن الإنساني هذا فنحن نتعامل مع مسألة أمنية وأن أصحاب المصلحة يجب طبعا أن يكون على دراية بما يحصل فمسؤولية كل واحد معروفة فيجب أن نتحكم فيها كل الممثلين الممثلين المجتمع المدني يجب أن يكون حاضرين وهذه مسألة شوهرية هذا ضمن استراتيجية الأمن القومي فعندما لكي نصل إلى تفعيل ناجع ففي إطار استراتيجية الأمن القومي كل هذا له أهمية نحن نتكلم عن التطور نتكلم عن الأمن ومن المهم للمجتمع أن يكون على دراية بكل هذا شكرا جزيلا الدكتور لوكا لهذا السؤال شكرا سيدي لهذه المداخلة شكرا جزيلا لهذه المعلومات التي أعطيتها لمشاركين لقد ركزت على التحديات الأساسية ولها علاقة علاقة بالولوج إلى المعلومات العامة وعلى ثقافة السرية فهناك تشريعات طبعا لقد ذكرت ما يجب أن يعرف هو الشعب وما لا يجب أن يعرف هو الشعب فهذه السياسية يجب أن تؤكد على مسألة الشفافية هذه ولكن الشعب يجب أن يكون له ولوج لبعض المعلومات فلقد ركزت أيضا على طبعا على أن طبعا على أن كل المصاريف المتعلقة ب استراتيجيات هي مهمة جدا فيجب أن تكون بعض المعلومات متواجدة فبالنسبة لحق المواطني للوروج إلى بعض المعلومات هي مسألة جوهرية يجب أن نأخذها بعض الاعتبار شكرا جزيلا سيد خوكيم سانتوس لهذه المداخلة ولإعطاء نهاية المعلومات الآن سوف طبعا ننتقل الآن إلى حضرة جيفرسون كاما نحن نتحدث هو كان كما تعرفون مستشار في إطار استراتيجية الأمن القومي هو كما قلنا طبعا عضو مهم له منصب في مجلس النواب في لبيريام وأيضا له معلومات غنية عن هذا الموضوع سوف لديكم أيضا بعد دراسات الحالة التي أرسلناها إليكم بخصوص الليبيريا فطبعا هي أساسية من أجل معرفة هذا الموضوع حضرة سيد جيفور حسب تجربتك الخاصة في قطاع الأمن هل بإمكانك سيدي بإجاز أن تتكلم لنا عن دور البرلمان في الإشراف على القطاع الأمن ولماذا هذا الدور هو جوهري وأساسي من أجل تحسين الحكمة ومن أجل تلبيات أحسن لقطاع الأمن للمواطنين شكرا جزيلا أشكرك الدكتور لوكا على هذا السؤال شكرا لهذا التقديم بالنسبة لدور البرلمان بصفة عامة هو طبعا دور يبقى يبقى دائما دستوري دور دستوري وهو طبعا هو دائما يبقى في إطار استراتيجية الأمن القومي فهناك هذا الدور يبقى دور دور في خلفية يبقى في إطار خلفية الحوكمة ففي إطار طبعا فقبل طبعا الأزمة التي مرت في ليبيريا فالبلد كان طبعا كان له نظام خاص وكانت البلد كانت هناك معارضة في البلد كما تعرفون كان مجتمع مدني وكانت هناك بعض المواجهة اعتراضات وكانت فكل نظام الأمن كان طبعا تمت قيادته بطرفة خاصة في النظام في إطار الأمن كما قلت فبصفة عامة كانت هناك كثير من الاستقطاب وكان هناك كثير من كان حتى بعض العقبات التي كنا نواجهها فكان وضع وضع كان خلفته الحرب وفي حقيقة الأمر كان الوضع يحتاج إلى إلى طبعا دمقراطة المجتمع والتوجه إلى طبعا نظام يتميز ب طبعا كما قلت بدمقراطة كان هناك جيش كان هناك تحكم الجيش وشرطة وكان هذا طبعا مسائل كان يجب إعادة النظر فيها فكل أصحاب المصلحة كانوا كان يجب أن يعيدوا النظر في بعض المسائل فمسألة الانتخابات أيضا كانت تتم بطريقة عينة وكان هناك فكانت هناك حكومة انتقالية أو فترة انتقالية كان يجب المرور منها فأخذ هذا وقت من أجل أن أن يقوم أصحاب مصلحة المجتمع المدني الإعلام وغير ذلك من أصحاب المصلحة طبعا مهتمين أو حاضرين من أجل هذا المرحلة الانتقالية فكان يجب كان يجب أن تكون هناك تغييرات أساسية في إطار المجتمع فالأزمة خلفت كثير من العقبات وفي حقيقة الأمر كانت هناك كان هناك طبعا كانت هناك هيكلة يجب النظر إليها وكانت هناك بعض كان يجب أو كان ضروري النظر إلى الشفافية وإلى فرص فرص وأن يكون هناك توازن وإعادة نظر في هيكلة الشعب وأن يكون هناك نظر إلى المستقبل في بلد في بلد كان يجب كان فيه مشاكل كثيرة فبالنسبة لإستراتيجية الأمن القومي أود أن أقول فكانت تجيب على بعض القواعد فكانت فدستورنا كان ينص على أنه الجيش وأن القوات الأمنية كان يجب أن تجيب وكانت مسؤولة لها مسؤولية عبر بعض الممثلين من أجل أن يعني تتواصل مع البرلمان ففي حقيقة الأمر كانت هناك أدوات اعتمد عليها البرلمان في إطار في إطار التحكم في إطار تخصيص الموارد الأساسية فلم يكن كانت هناك بعد المؤسسات أيضا التي كان يجب أن نقوم بتحذيرها من أجل أن تشارك وأن تنصق هذا المسار الفترة الانتقالية هذه مسألة جوهرية لأنه في إطار هذه القضية كان يجب أن نتم بمراجعة بعد أو النظر إلى بعض المؤسسات المؤسسات الجيش وكان يجب أن يكون هناك أيضا بعد التغييرات الأساسية من أجل التواصل مع البرلمان لإجراء الجلسات الفورية المباشرة وهذا هي شيء في يد البرلمان كمسؤولية كي يؤكد بأن هذه المؤسسات التي هي تنتخب عادة وتمثل الشعب هم الذين يشرفون على استراتيجية الأمنية القومية وأيضا هذه القوانين واللوائح هي حيئات وآليات إشرافية بشكل عام وشفاف طبعا ابتداء من المفوضيات الخاصة المعنية حسب خاصة في البلدان الأفريقية الغربية فتركيب هذه المفوضيات الأصغر المراقبة لديهم أيضا دعم من المجتمع المدني وهيئات قانونية مدنية هم الذين بصراحة يشرفون على الشرطة أيضا كهيئة رقابية قانونية على العمليات فالمجتمع المدني ولاعبيهم يؤكدون بوجودهم بهذه الهيئات بأن الهيئات الحكومية تعمل دورها كشركاء وكهيئات رقبية وهم حاسبين أمام الشعب في حالة الفرلمان مثلا فالفرلمان درها هي التأكيد بأن هم سيكونون المقررين لإنشاء الهيئات الرقابية المفوضيات واللجان وبهذا يؤكدون دور المدنيين كهيئات منتخبة طبعا مختارة وأن تكون أدوارهم حسب تخصصاتهم لتأكيد أن الإشراف تجرأ بشكل جيد فموظفي البرلمان هم يمارسون السيطرة على التحديدات ولديهم الدور الرقابي كمجتمع مدني لمساعدة التأكيد فهي لا تكون فقط محددة للحكومين فقط كي يأخذ الهيئات القانونية دورها ومسؤولياتها فرئيس ليبيريا يشارك بنفسه أيضا بأن أعمال نشر الأخبار والشفافية أيضا تقام كي يؤكد بأن المؤسسات الحكومية هم مستجابين ومساءلين من قبل الشعب في القضايا المعنية بالأمن الموطني شاكي جافزا أسهبت في الشرح شكرا والنقطة المهمة هي دور الحكومة في السيطرة على مسؤوليتها وأيضا دستورية الدور المدني فهي يعني متطلب دستوري فميزانية هي قانون قانون تشرح و عندما تخالف أو تعارض بنت في القانون الميزانية فبهذا أنت تخرق القانون كونها تسان عن طريق سن القانون وأطلب منكم جميعا أن تسألوا الأسئلة فبإمكان ترحل الأسئلة إما بكتابتها في قسم الدردشة في الشاشة و كي نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة سؤال مني سيد جافزا إنه بإشرافك على القاطع الأمني هي ليست عملية سهلة ليس كذلك واعتمادا على خبرتك الشخصية كونك جالس على لجال مختلفة ما هي بعض التحديات للبرلماني المشرع الذي يعمل في هذا المجال التي فيها جانب من السرية الأمنية للبلد أو بعض الحساسيات العويسة القوية الموجودة في أقاليم معينة في البلد ما هي بعض التحديات التي واجهتكم وكيف تغلبتم على هذه التحديات إذا كان ميكانك الآن تختصر في الإجابة سؤال السرية مهمة وشيء دائمي بصراحة في هذا المجال وهذه الجلسات عادة تعنون بأنها عبارة عن جلسات مغلقة كونها معنية بأشياء سرية وعدد تجرى بعض أبواب مغلقة حيث البرلمان عندما يقومون بإجراء دورات رقابية أيضا توضع عليها نوع من السرغيب الخصوصية لكن مع الوقت نتعلم وأن نكتشف ما هو سري وما هو غير سري ونتعلم كيفية تصنيفها فهي خطرة فئة بصراحة ما بين ما نجعله سري وما نجعله غير سري وأيضا كي نبتعد عن إخفاء الأشياء عن الشعب بإسم السرية فهناك قانون خاص تسن لتوضيح التعريف السرية وعدم السرية وأيضا لممارسة حول السؤال حول المصادر فالبرلمان هي التي تشرف على التكريسات المالية فبزياراتهم مرات مثلا حتى مدى إيجاد المال الكافي للوصول للموظفين الحكوميين للوصول إلى الماكن النائية صعبة الوصول فهذا مشكلة أيضا في بعض الأحيان تكون العملية الصعبة لتلبية كافة الاحتياجات المالية حسب بعض الخصوصيات شكرا جزيلا سيد جيفرسون سنعود إليك أثاء الأسئلة فلننتقل الآن إلى دكتور فيرلي دكتور فيرلي كونك تعملين مع ديكال وتنظرين إلى صندوق العدة سيد جيفرسون ذكر بعض اللاعبين أو الشركاء إذا كان بإمكانك أن تشرح بعض الهيئات المدنية عدل برلمان على كيف يلعب الدور للانخلاص مع القاطع الأمني وبعض الأدوار وكيف يمكنها على أن تلعب دور تحسين برنامج استراتيجية الأمن القومي شكرا نتلك الرقاب المدنية بصراحة مثل شبكة السيد السمك فهنا لك مكونات وأجزاء مختلفة مترابطة مع بعضها مثل الشبكة على البرلمان التي هي اللاعب الجوهري فهنا لك خمس بصراحة خمس مستويات أو أنواع مختلفة من الرقاب المدنية أو الإشراف المدني للقضايا الأمنية في أي دول الدول الدموقراطية أولها هي الإدارة الداخلية في داخل الهيئات الأمنية نفسها من هذا نبدأ المشرفين المدراء المدراء الأقسام الذين هم مدنيين الذين هم مسؤولين بيتأكدوا بأن كل موظفي الحكومة يلعبون دورهم حسب المعايير وقواعد العمل في الجيش كان بأن يكون في أن هناك أخلاقيات عمل خاصة في الهيئة الأمنية هي أول مستوى رقابي وهذا يشمل شيء آخر وهي الرقابة الداخلية المستقلة قد تكون فرق الرقابة مفتشين هيئات المراجعة التي عبارة عن هيئات موجودة ضمن الدوائر للضبط والربط الثاني عبارة عن فوق المستوى الهيئات الأمنية التي هي الإشراف الرئاسي التنفيذي عفوا فمثلاً لمن هم يرجعون بالإجابة والأسئلة الهيئات التي هي ما فوق خارج وزارة الدفاع نفسيها أو دائرة الشرطة مثلاً أو إذا كانوا ضمن وزارة الداخلية أو ضمن وزارة العدل حسب البلد وحسب تصميمها حيث هذه الهيئة الخارجية عن هذه الوزارات هي التي تصل إلى آذان الحكومة رئيس الحكومة رئيس جمهورية رئيس وزراء مجلس أمن وطني مثلاً مستشار للحكومة فهذه هي اللجان التي تعود بتقاريرها إلى هيئات هم الصائغين للسياسات ومستوى آخر من الرقابة الرئاسية هي مربوط بجانب المالي فالمحاسبة والمتابعة فمثلاً وزارة المالية ستكون لاعب أساسي في أي هيئة ديمقراطية الآن الرقابة الثالثة للدولة ديمقراطية توفر من قبل هيئات مستقلة تامة فمؤسسات مثلاً التي هي موجودة في داخل الدولة لكن لديها استقلالية كاملة قانونية قد تكون حسب تخصص معين مثلاً إذا كان لديك هيئة فقط مشرفة على أشياء عسكرية أو منظمة مستقلة لديهم دور عام مثلاً النواحي الأمن القومي بشكل مباشر الرابع الإشراف القضائي من جانب ماذا نعني أن المنظمة القضائية مثلاً إذا كان في خروقات للقانون خروقات جنائية من قبل شخص يرتكبه في دوائر الأمن وزارات الحكومة فالهيئة القضائية مسؤولة في مقاضات هذه القضايا ولكن جانب ثاني من جانب القضائي هي أن نرى فيما إذا كانت القوانين والسياسات الموجودة التي تخلق وتكون وتركب وتشرع من أجل هذه العملية متوازية مع الدستور إذا كانت دستورية أم لا ويحاول أن يعدوا ويفسر ويمحص هذه البنود كي يرى إذا كانت هي قابلة للتطبيق أملاب وأخيرا خامسا التي سمعنا الكثير عنها في حالة لايبيريا التي هي مفيدة هي الإشراف الشعبي فمثلا الإعلام والمجتمع المدني والمواطنين أنفسهم الممكنين هم هيئات رقابية وسمعنا أمثلة منها مثلا كيف مثلا هيئة المحامون والهيئة القانونية المدنية في المجتمع المدني لديها دور لكن لهذه كسبة أخرى مثلا في الإعلام التي هي مهمة جدا فلها دور مهم ودور جوهري ومقام في عيون الناس وهذا يبرز دور وأهمية الرقابة الشعبية ويجب أن تكون باتجاهين فليست الحكومة أو الأمن تقول للشعب كيف يجب أن يروا أو أن يفهموا المفاهيم الأمنية يجب أن يكون الحكومة أيضا هي صاغية للشعب حول الاحتياجات وإذا كانوا راضين أم لا كشعب فهذه هي النقاط الخمسة اللي هي الداخلية الإدارة التنفيذية هيئات مستقلة القضائية والشعبية وإذن فوق هذا كلها لديك البرلمان أيضا طبعا شكرا دكتور فيرلي على هذه التفاصيل في شرح عدد وأنواع اللاعبين وأهمية التواصل في القاطع الأمني خاصة في حالات مثلا بلدان فيها افتقار إلى الثقة ما بين الشعب والحكومة فأعتقد دور المجتمع المدني فهذا مهم في هذا الحال سؤال ثاني مبني على ما قاله السيد واكيم حول الهيئة الرقابية أو نظام الرقابي في الطور التدفيذي والتطبيق للأمن هل بالإمكان أن تشرح إذا كان في أسليب أشياء وأنواع أخرى من لجهة الرقابية وما مقامها في ضمن طيات الحكومة أو الدولة هل هناك آليات أخرى رقابية نعم شكرا كل نظام مختلف عن الثاني كل دولة حول إدارتها للأمن على مستوى مؤسساتي فالاستراتيجية الأمنية الوطنية طبيعتها صياغتها تطبيقها على مفهوم وطني لها تأثير على مستوى المسؤوليات لاحقا وهذه بصراحة يعني فيها الكثير من المكونات المختلفة مثلا لجنة صياغية مثلا يمكنها فيما بعد أن تتحول إلى لجنة رقابية وأن تصبح هي مسؤولة عن التطبيق الوثيقة الذين هم كونوها لا بأس لماذا وأيضا قد تكون سلطة رئاسية رئيس الحكومة رئيس الموري أو رئيس الوزراء يمكن أن تكون هي الهيئة المراقبة وهذا قد تعني عدة أشياء هذا تعني أنها قد يكون للوزارات دور في الرقابة وقد تعني أن هناك مستوى حكومي أرفع ناظرة إلى تنسيق مثلا المجلس الأمن الوطني وربما قد تأتي من مكتب رئيس الحكومة رئيس دولة ورئيس وزراء وقد تكون الحالة إنها في بعض الحالات إن البرلمان قد تكون لها مفوضية ومخولة بالرقابة والمتابعة وأن تكون هي الهيئة الرئيسية الحكومية المراقبة مثل مفوضية خاصة مشكلة للقوات المسلحة أو شيء من البرلمان تكون لهذا الغاية وقد يكون في مثلا هيئة مستقلة إشرافية حيث مثلا مركز فكري أو هيئة مستقلة تقنية هم الذين كانوا أصلا في البداية ربما كانوا شركاء في السياق الأولية وقد يكون مسؤولون في المتابعة والتطبيق وفي لايبيريا هذا حصل حيثما كان في مفوضية الإصلاح الحكومي التي هي أيضا فوضت فيما بعد بالرقابة والمتابعة للوثيقة وتطبيقها ما مهم هنا إنه علينا أن نفهم إنه ليست فقيقة بصراحة هي مهم يعني إن المؤسسة ودورها هذا شيء يمكن الاستقرار عليها وإنما جودة المتابعة والمستوى كي تقوم بعملها وهذا قد تعني عدد أشياء أولها من هو مسؤول المتابعة يجب أن يكون يعطى لهم مسؤولية كاملة لهذا الدور من أرفع المستويات أن يكون أعلى السلطات وراءهم داعمين لهم كي يكونوا مقادرين على القيام بها بالأضافة إلى مصادر أن تضع في أياديهم للتطبيق والقيام بها وأن يكون ورائهم دائما الدعم السياسي العالي مثلا مثلا ما قلنا في البداية يجب أن يكون رئيس الحكومة أو الهيئة الحاكمة في البلد وراء العملية ثم داعم للرقابة والمتابعة وأيضا من مسؤول للرقابة يجب أن يكون لديهم بعض القوى القوى المعطى عليهم سلطات مثلا مثلا يجب أن يكون في مثلا تواصل عام وشفاف وأن لكان لديهم سلطة أيضا على إعطاء بعض التوصيات لحل بعض النزاعات وأن لا يكونوا فقط قالب بدون سلطة أو قوى أن يعطى لهم بعض القوى القرارية فمن مسؤول للتطبيق يجب أن يكون لديهم الإلمام والمعرفة والنفسية الصحيحة والاحترام لهم من قبل السلطات والهيئات الأمنية وأن يكونوا معرفين من هذه الجهات وأن يكون لهم مقام اعترافي لأنها كلها تصبح جوانب شرعانة موقفهم شرعية موقفهم أيضا الوصول إلى المواقع عدم حجب المواقع عنهم وحجبها فمثلا كل هذا ستعتمد على الوصول إلى المعلومات التي قد تكون محتاجة لهذه اللجان والتي قد تكون مواجهة مشكلة السرية هذا التي كانت شيء ذكر قبل قليل بالتأكيد تفاصيل التطبيق للأمن الوطني قد تكون سرية بعض تفاصيلها لكن هناك طرق يمكن تجنبها للمحافظة على السرية وأيضا التأكد بأن التطبيق كانت صحيحة أم لا خاصة للذين هم موضوعا في هذا الموقع بأن لديهم يعني يعني إعفاء ومراجعة شخصية أمنية كي يكونوا قادرين على الوصول إلى الموقع وأن يكون لديهم القدرة التقنية والفنية حول المفاهيم وأن يكون لديهم النفسية الصحيحة أي أن يكونوا ناس واثقين من أنفسهم قادرين على أن يكونوا حازمين للمحافظة على المصالح الجميع الدكتورة فايوي شابي شكرا جزيلا هذا ممتاز هذا ما كنا نحتاج إليه بالنسبة لمداخلتك هذه وكل واضح في مجموعة الأدوات أظن كنت أود أن أركز أيضا على ما قالت الدكتورة شابي بالنسبة للمعلومات التقنية الأساسية التي يجب أن نتوفر نتوفر عليها فهذه مسألة جوهرية خاصة في قطاع قطاع يتميز بتحديات يجب أن تكون هذه المهارات متواجدة ومن المهم أن نستمع وأن يستمع إلينا وأيضا هذا السند أو هذا السياسي هو أهم أهم شيء ومن أجل أن وأيضا نولوج إلى المعلومات الأساسية طبعا الدكتورة فيلي آخر سؤال وهو سؤال دائما نرجع إليه مرارا وتكرانا لا يوجد جواب واحد على هذا السؤال كم من مرة تظنين أن استراتيجي الأمن القومي تحتاج إلى مراجعة فطبعا هذا سؤال صعب هذا سؤال يعتمد على السياق كل سياق يختلف من سياقات أخرى ولكن هناك مبادئ يجب احترامها يشارككم هذا طبعا هذه الشريحة فهذه هي رسم بياني من مجموعة الأدوات وهو في إطار دائرة المراقبة هذه والإشراف هناك طبعا سلطة المراقبة التي تنسق تنفيذ استراتيجية الأمن القومي بين أصحاب المصلحة المعنيين أيضا هناك تطوير استراتيجيات القطاعية لتنفيذ وهناك أيضا متابعة لتقدم في تنفيذ وفق آلية منصوص عليها وأيضا في آخر المطاف هناك عملية التنفيذ فيها تعلم واكتساب الخبرة من المراقبة فهذا كله يسهل المسار ويقودنا إلى توفر على وثيقة حية فكل هذه السياقات هي مهمة يجب أن ننظر إلى القدرات وإلى كل أصحاب المصلحة الذين هم معين بالأمر في حقيقة الأمر ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية يجب أن يكون فيها تماشي بين المراحل ويجب أن تكون فيها مراجعة فاستراتيجية يجب قد تراجع مرات عديدة وقد يكون هذا مفيد وقد يكون هذا مهم لأن استراتيجية الأمن القومي تضمنت تخطيط تخطيط طويل خاصة بالنسبة لمرحلة المشاريات مرحلة التخطيط وغير ذلك فهناك بعض المراحل التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في إطار مراجعة استراتيجية الأمن القومي فإذا كانت الاستراتيجية تتغير باستمرار فربما قد نحتاج إلى نهج على المستوى الطويل ففي بعض الأحيان عندما لا نراجع استراتيجية بطريقة مستمرة فقد تكون النتائج غير ناجعة وقد نواجه بعض العقبات لأن هناك سياقات يكون فيها تغيير فيجب أن يكون هناك تأقلم الاستراتيجية مع هذا السياق المتغير فهل يجب مراجعتها باستمرار فأدون أن الجواب على هذا السؤال يتعلق بالنجاعة فكيف يمكننا أن تكون قوات استراتيجية الأمن قومي ناجعة وناجحة هذا قد يعتمد على استراتيجية بعينها ففي بعض الأحيان عندما نطور بعض الاستراتيجيات يكون هناك مدة زمنية مثلا مدة خمس سنوات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار مسألة مرحلة التفعيل مرحلة في بعض الأحيان الاستراتيجية قد صلاحيتها تنتهي ويجب أن نتأكد من أجل أن هناك مصفوفة وأن هناك مسار يجب أن يكون فيه مراجعة بالنسبة بعض المصفوفات وأن أنه يجب أن تكون هناك توصيات توصيات يجب التوصل إليها في بعض الأنظمة هناك بعض التجريعات وبعض المتطلبات القانونية التي تحتاج وتتطلب مراجعات استراتيجية الأمن القومي في بعض الأحيان هناك إدارة جديدة التي تتطلب مراجعة استراتيجية أمن القومي في بعض الأنظمة هناك أيضا بعض الدوائر الميزانية التي تتطلب مراجعة استراتيجية الأمن القومي في بعض الأحيان قد هناك بعد أجل موعد أو أجل نهائي أو موعد نهائي يجب من خلاله مراجعة استراتيجية الأمن القومي فمراجعة هذه الإستراتيجية تعتمد على سياقات إذا كانت هناك بعض التحديات في سياق الأمني فتصبح هذه المراجعة أساسية وضرورية في هذا المسار يجب أن يكون هناك تأقلم السياق الأمني مع هذه الإستراتيجية هناك بعض المسؤوليات التي يجب أن تأخذ فيها هذه الاعتبار من أجل أن تكون هذه المراجعة تتم بطريقة مستمرة شكراً الدكتورة فيرلي أظن أنك لخصت طبعاً كل هذا في كلمات وجيها وفي تدخل مداخلة وجيها شكراً جزيلاً بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بمراجعة الاستراتيجية الأمن القومي كما تفضلتم بالقوم هذا يعتمد على السياق وعلى عوامل عدة شكراً لمداخلتك هذه شكراً لتفسير وتوضيح المدة التي يجب من خلالها مراجعة استراتيجية الأمن القومي الآن أيها المشاركون كنت أود أن أدعو السيدة كيت كناف من أجل الحضور إلى هذه الحصة لأن تعطي كلمتها كلمة الختام لهذه الحصة شكراً جزيلاً أسيد لوكا وشكراً جزيلاً لحضرة سيد جيفرسون لجواكيم وليفيرلي لهذه المناقشة البناء التي تمت اليوم شكراً لمداخلتهم الوجيهة سوف نستفيد من مداخلاتهم ونشكركم مرة أخرى كانت هذه مناقشة بناء بخصوص تطوير استراتيجية الأمن القومي والتفعيلها ولقد قد مكنتنا من طبعاً استفادة من بعض الأدوات الأساسية والوصول إلى الأهداف الجوهرية من خلال تطوير استراتيجية الأمن القومي هذا سوف يساعدنا على تلبيات خادمات خاصة وجيدة للمواطن أود أن أتقدم بشكري لكل المشاركين الذين كانوا موجودين معنا في هذه الدورة وأيضاً في كل الدورات الثلاث في إطار هذا البرنامج الأكاديمي نتمنى أن تكونوا قد وجدتم هذه البرامج مهمة وجيهة وأنه كان بإمكانكم التواجد في فضاء جيد ومكنكم من التعرف على بعضكم البعض والاستفادة من محتوياتنا نود أن نبقى على اتصال بكم أيها المشاركين من أجل أن نقوم بتحديد وتفعيل استراتيجيات وحلول استراتيجيات نحن أنا بإسم مركز إفريقيا نود أن أتقدم بشكري لكل المشاركين وعلى الجهود التي قدمتموها في هذه الدورات طبعاً اقرأوا وواصلوا قراءاتكم في إطار مجموعة الأدوات السيد لوكا دكتور لوكا سوف يقدر هذا الاهتمام وسوف نعطيكم معلومات أكثر وثاقق أكثر وبعد الدراسات الحالة من أجل وسوف نشارككم نشارككم إياها آتاً استمروا في قراءة الويبسايت والرابطة فكل المعلومات متاحة على الويبسايت وهناك أيضاً برامج أخرى على الويبسايت وهناك برامج مفيدة قد تثير انتباهكم وابقوا على اتصال معنا نود أن نستمع إليكم وأن نبقى على اتصال من أجل استماع إلى ردود فعلكم شكراً جزيلاً شكراً لسيدة لويسا ولكل المشاركين معنا وشكراً على منصبها الجديد وعلى مسؤولياتها الجديدة في هذا الإطار مرة أخرى أتقدم بشكري لكل المشاركين لانضمامهم لهذه الحصة غداً سوف تكون هناك جلسة نقاش نرحب بكم إياها وسوف نتصل بكم ونبقى على اتصال في أقرب وقت شكراً جزيلاً الدكتور لكا الكلمة لك مرة أخرى شكراً جزيلاً سيدة كيت على هذه المداخلة وشكراً لهذه المداخلة كما قلت أود أن أتقدم بشكري لكل الموجودين معنا في هذه الحصة لقد كانت حصص وجيهة مكنتنا من التعلم ونتمنى أن نكون قد أجبنا على طلباتكم خلال مجلة جلسة المناقشات سوف تستفيدون أكثر من مبادئ ومن أدوات هذه الأدوات وهذه المناهج يمكنكم مشاركتها مع كل زملائكم في بلدانكم فإنه ليس عمل سهل إنه عمل شاق وهو يتطلب كثير كثير من العمل الشاق نحن نعرف أنكم سوف ترجعون إلى بلدانكم وسوف تحصل لكم الفرصة من مشاركة كل هذه الأدوات وهذه المناهج مع زملائكم نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات جيدة ونتمنى أن تكونوا خبراء في خدمة بلدانكم خاصة في إطار تطوير استراتيجية الأمن القومي هذه وأن تلبوا رغبة مواطنيكم مرة أخرى أتقدم بشكر الجزيل لجميع المشاركين الموجودين معنا ترجمة نانسي قنقل نانسي قد ن MERCH